النمسا تعتزم مراجعة شروط عقد طويل المدى لاستراد الغاز من روسيا بنقول اني وزير قرارة تشكيل لجنة لدراسة كيفية الخروج من عقد الغاز وعدم الاعتماد عليه في روسيا هل الوزيرة متأكدة انها ممكن تحقق ده وفي انتخابات بعد شهور وممكن تكون هي مش موجودة اصلا في على الساحة مع توقعات صعود اليمين هنا في النمسا او خلط الاوراق من جديد وتشكيل حكومة جديدة لن يكون حزب الخضر طرفا فيها تعليق حضرتك على الخبر صراحة السادة مدوح هذا خبر خطير للغاية وهو فعليا عبارة عن لعبة سياسية قامت فيها السيدة جيفيستر وزيرة المناخ والبيئة بعد الفوضى الاخيرة التي شهدتها النمسا ما بين الوزيرة وبين المستشار النمساي وحزب الشعب وتوقيع النمسا في المفوضية الاوروبية على قانون الاراضي ونسبة الاراضي الخضراء وقانون البيئي الذي اثار الجدل بدون مشاورات مع الحكومة يقال انه بدون مشاورات على ما يبدو فبالتالي حزب الشعب زاد من الضغط على حزب الخضر وعلى وزيرة البيئة والمناخ وصرح مرارا وتكرارا حتى لو ائتلفنا مع حزب الخضر مستقبلا لن نتحالف مع حكومة او مع حزب السيدة جيفيستر موجودة فيه او به فبالتالي السيدة جيفيستر فعلا قلبت الطاولة على حزب الشعب كما يقال باعتبار انها هي الوزيرة المسؤولة عن موضوع الطاقة في النمسا وهي وزيرة الطاقة اضافة البيئة والمناخ كل هذه المعلومات طالبت باعادة دراسة العقد طويل الامد مع شركة الغاز الروسية جاز بروم وشركة الطاقة النمساوية او انفاو هذا الخبر سازم دوح هذا خبر خطير جدا وهذا الموضوع خطير جدا كما تفضلت هل ستستطيع لان النمسا موقع عقد حتى الالفين واربعين على اقل تقدير يعني ويوجد ويوجد شرص جزائي في هذا العقد ويجب تسديد كامل قيمة العقد حتى ولو فسخ العقد من احد الطرفين ولا يوجد مصادر اخرى يعني هي محلقة اتش فبالتالي تعتمد لغاية الان على مصادر الغاز الروسي بالتالي استاذ ممدوح والتالي استاذ ممدوح مع الاسف يعني فعلا كما تفضلت لا يوجد مصادر اخرى رخيصة ولا يوجد بدائل طبيعية اخرى او طاقة اخرى طاقة الرياح طاقة الشمس يعني بصراحة هذا الشيء غير قابل غير قابل للتعويض حاليا واضف على ذلك كما تفضلت في حال جاء حزب الحرية يعني جزءا من الحكومة بشكل او باخر هو ايضا مع العلاقات مع روسيا وضد الحرب مع اوكرانيا او في اوكرانيا او الوقوف مع اوكرانيا للصالح الروسي فبالتالي 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 بصراحة هذا دليل التخبط الموجود داخل داخل النمسا ولكن من جهة اخرى هل هو من الضروري الغالي اعتماد على الغاز الروسي نعم من الضروري الغالي اعتماد على الروسي ولكن كيف هذا الموضوع اخر اعتقد ان النمسا بالفترة الاخيرة والمستشار المساوي بغيره في الحكومة كان لهم زيارات مكوكية إلى قطر إلى الإمارات إلى السعودية يعني بغض النظر كان قالوا أنه هيجيبوا غاز من قطر هيجيبوا غاز من الإمارات الغاز المسال وهذا الشيء موضوع صراحة ليس بالسال موضوع بصراحة يحتاج إلى دراسة طويلة وأيضا استيراد الغاز من الجزائر تحويل خط النفط القديم الموجود ما بين الجزائر وإيطاليا تحويله إلى نقل الغاز يعني يوجد العديد من الخطط التي تعمل عليها النمسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بالإدفكاك والإنعتاق من الدب الروسي ولكن هل هذا الكلام قابل للتطبيق هذا الشيء ولكن ما نشهده حاليا هو صراح سياسي نعرف وندرك جميعا أن هذا الإلغاء للغاز لا يمكن تحقيقه وتطبيقه حاليا بسبب الطلب والحاجة للغاز الروسي بصراحة ولكن حتما نجحت أعتقد جيفيسلر فعلا بقلب الطولة على حزب الشعب أنت تضايق وأنت تنتقد وأنت تلف ونأتلف فقالت له يجب إعادة دراسة هذه الاتفاقية كاملة والاتفاقية ستخرج نتائجها لربما في الخريف المقبل كما قيل الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية دبا بس لا يكون برضو مع خروج حزب الخضر من حكومة الاتلاف أعتقد بعد أن تلت يعني هذا الكلام الحكومة ندرك حصائيا لنتي خابت فيها التاسع والعشرين ولكن الحكومة بشكل أو أخر مستمرة حتى نهاية العام الحكومة مستمرة بس أنا لا أعتقد أنها في إمكانية أن تتخذ قرار استراتيجي زي قرار عدم الاعتماد أو عدم الاعتماد على الغاز الروسي لأن أكيد اللي هيجي بعدها كلامك دقيق كلامك دقيق في نهاية الحكومة دائما القرارات التي تتخذها على المستوى الدولي ليست تتصير أعمال ولكن فعلا كما تفضلت أن يعني يتم تجنب اتخاذ قرارات لربما لا تكون مدروسة بالطبع استراتيجي لا تكون مدروسة بالشكل الصحيح